على فكرة أنا عايزة أقول لكم اعتبروا البيت بيتكم وتمتعوا فيه وعيشوا فيه زي ما انتوا عايزين تؤمر بحاجة يا مرات ابن المستقبلية تسلميني يا حامات المستقبلية أنا باعتذر على أسلوب معاملتي معاكم وبهدلتي ليكم معلش عصابي كانت تعبانة شوية أوعي تفتكروا اللي أنا بعمل كده عشان فلوس عبدالصفور أبدا أنا بحبكو والله بموت فيكو بس للأسف أنا ما بعرفش أعبر عن حبي لكم يلا حسن وصل ولا الجامعة بتاعتها مش موصل حدي يا ماما وأنا كمان يا حامات المستقبلية على النعمة مراكبة معاك أيها حبيبتي بس أنا كده أقلق عليك خلاص أنا حوصلك بالعربية بتاعتي وأنت يا حسن اتصرف يا حسن اركب تاكسي اتشعبت في اتوبيس خد تكتك اتصرف يا حسن إيه ده يا ماما ده إيه ده والنبي حاجة برضو كمان شوفي له حتة تانية ييبات فيها مايصحش كده إحنا برضو ستات واحدة شيلة دمخة واحدة لبسة دمخة مايصحش يعني حلوة حاجة وملعوبة أكيد مش هتعمل كده يعني لا هعمل كده يا حسن روح لواحد صاحبك واقعد معالي ومين دولة اتصحب يا ماما اتصحب يا حسن على فكرة أنا كنت عايزة أكلمك في الموضوع ده بس مش وقته يلا يا ولائي يا حبيبتي يلا يا حبيبتي المستقبلية يا أمر حبيبة قلبي بموت فيكو والله بموت فيكو اتفضل يا حسن وإحنا مش قوي مع السلامة يا حسونة ابقى قفل الباب وراك كويس يا حسن هتوحشنا هتوحشنا يا ابن ميرفت باي باي خلي بالك من نفسك احنا لازم بقى نثبت على موقفنا مع الستة دي ونفهمها كده ان احنا لازم نروح نعيش معه هنا ايوة ده لما نروح نعيش أصلا والله ده ظلم بقى عبدالصابور يبقى مع الملايين دي كلها وإحنا مش جانبه بقولك ايه يا سلوة انت بقى كده ما تحبكهاش يا بنتي معلش يعني ايه اتجوز عليك سامحين ايه ايه بتبرقلك ده ليه انا قلتها يعني حاجة غلط ولا حاجة سيبك منها يا حاجة انا اسفة ده انت الكبارة بتاعتنا والله عظيم مقصد خلينا في الخطة بتاعتنا عايزين نعمل خطة نقرب بيه عبدالصابور ونلمه الحضننا تاني